ما نيجي نتكلم دايماً عن مباراة السوبر يا كابتن أحمد زي ما كنت لسه حقول لكابتن حشيش مباراة صعبة وليس لها توقع يعني ما تقدرش تلعب مباراة أهلي وزمالك وتقول مين اللي هيكسب مهما كان مستوى الفريقين أكيد طبعاً ما تحسبهاش حتى قبل المباراة شكل نادي الأهلي يا بالمباراة وشكل نادي الزمالك يا ونتيجهم مباراة نادي أهلي وزمالك حالة اللعبة يومها بشكله إيه؟ حالة اللعبة يوم حالة اللعبة وتوقف فيك أنت كمدرب أو كفرقة يكون عندك مجموع من اللعبين الفائقة في المباراة دي بتعمل تفوق عن فريق عن فريق عايزين أول حاجة طبعاً نطلع لعبتنا برى الضغوط عليها ضغوط لأن خسارة اثنين دورة عام وخسارة كاس مصر دي عاملة ضغوطات شوية اللعبة داخل على مباراة نادي الزمالك نقول الغريب التقليدي بتاعك تلعب على بطولة ممباراة فالعيبة محطوطة حد الضغط عايزين يصلحوا جمهورهم عايزين يكسبوا بطولة عايزين يفرحوا الحاجات دي كلها قبل المباراة عاملة ضغط شوية اللعب عايزين برضو إحنا كأعلام النادي الأهلي كوجودنا خلف لعبة النادي الأهلي نشيل الدغوطات دي عليهم طبعاً عشان المباراة تبقى أسهل شوية عليهم لكن في المباراة الطبيعية وفي أداءنا الطبيعي بعيدة عن الدغوطات دي لقى لعبة النادي الأهلي الفترة دي الحمد لله بسم الله يا كابتن لو أنا جمهورة حرود عليك وقول لك ما هو الضغط دا موجود عليك طول ملعاة وبعد المباراة دي ربنا كرمك وكسبت هتلاقي جمهور بعدها بيوم بطولة جديدة لعبة مباراة بعديها في الدوري ولا في أي حاجة وحصل لقدر الله أي تعثر هتلاقي الناس برضو بتقولك أنت فين ومش قادم ما دا ما صارت كلام النادي الأهلي من بطولة لبطولة مباراة للمباراة بتخرج واخد بطولة تجري على بطولة تانية على طول عشان أنت عينك على طول على نص التدويج على طول لكن إحنا المباراة اللي جاية دي الحمد لله ابتدينا ببطولة أفريقيا ماتشين واثنين ماتشين في الدوري الحمد لله عندنا سكوات من اللعيبة الحمد لله تطميننا في كل مركز دلوقتي عندك اثنين لعيبة واحد أو اثنين تشوف واحد ما فيش مشكلة خالص البديل بتاعه يلعب ما عندكش مشكلة خالص تتكلم في خطة الظهرة مثلا محمول متولي محمد عبد منعيم عندك يسر إبراهيم رمي ربيعة أكرم توفيق محمد هاني معالي معلول كريم فؤاتم تتكلم لكل ما في كل مركز هتلاقي عندك واحد أو اثنين أي حد فيهم ما تعرفش من الأساس ومن اللي احتياطي دي حاجة تطمن أولا جمهور نادي الأهلي تطمن المدير الفني لنادي الأهلي فالحمد لله أتمنى أن التوفيب يلازمنا الفترة الجانية إن شاء الله وهي دي الحتة اللي نقصنا شوية الفترة الجانية أتمنى التوفيق وبمعانا إن شاء الله المباراة الجاءة والمتشات الجاءة بإذننا حنتكلم في هذا الأمر لكن كابتن حشيش ممكن شيء معتاد الحقيقة استضافة بلد شقيق زي دولة الإمارات لمباراة السوبر يعني شيء رائع الحقيقة ويبرز مدى العلاقة الوطيبة بين البلدين مش أول مرة طبعا بالنسبة لدولة الإمارات الشقيقة وعايزين نقول أن جمهور النادي الأهلي في الدول العربية كلها يعني احنا شايفين الفترة الأخيرة دي بالتحديد السعودية والكويت والأمارات وبتلاقي النادي الأهلي بيلعب كأنه بيلعب في استاد السلام صحيح فدي حاجة دي حاجة كمان بتطمننا وبتطمننا دايما وجود النادي الأهلي في وسط الجمهور اللي هو الدعم الرئيسي طبعا للنادي الأهلي أنا عايز أقوله بقى من نواحي طبعا الفنية بالنسبة للمباراة دي ضغوط يا أحمد يعني مش غريبة على لعبة نادي الأهلي يعني النادي الأهلي قدر وقدر لعبته عشان كده بنقول أن مش أي لعيب يصلح للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي ما فيش مباراة سواء بطولة أو مباراة عادية في الدوري أو في الكاز أو 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 ما بقاش عليه ضغوط ترجمة نانسي قنقر